فهذه الصورة اللطيفة تعبر عن معنى جيد ليس في معاظه وإنما أنا أوافقه بدرجة معينة وهي التالي هنا صورة وكأن الجد هذا ولا الجد الجد يقول أنت غبي يقول لابنه وابنه سيكون عنده نفس الطريقة أنت لا تكفي يقول لابنه وكأن المقصد هنا أن السلسلة ستبقى هكذا إلى أن يأتي شخص مثل هذا صاحب الأزرق فيقي نفسه من ذلك ولا يكمل السلسلة ويوقف تلك العجلة التي تدور كل أب يعني يسيء التصرف مع ابنه فيأتي الابن يأخذ هذا حجة فيسيء التصرف مع ابنائه وهكذا تبقى العجلة تدور وهذا كلام لطيف وجيد ثم يأتي الابن فيكون يعني يتعامل مع ابنه بشكل جيد طبعا ليس بضرورة دائما أن النقد لا إشكال فيه لكن هنا فكرة الإساءات مجرد الإساءات فهذا يقول I'm proud of you I love you أنا أفتأخر بك وكذا فما الذي يقول هنا It's up to you to break generational trauma يعني وكأن هذا مهم لأن كثير من الناس يعني دائما يلقي اللوم على آبائه وعلى أهل ما ربون على كذا إحنا ما تعلمنا كذا ولذلك نحن خرجنا بهذه الصورة نحن على ما نحن عليه لأن آبائنا كذا ولأن أمهاتنا كذا تمام ثم ماذا؟ ثم يأتي أبنائك سيقولوا نفس الشيء وأبنائهم كذلك وأبنائهم كذلك إلى أن يأتي ذلك الذي سيتحمل مسؤولية نفسه ويخرج من هذه المخادعات ويقول أنه تمام أنا علي أن أتحمل مسؤولية نفسي لا أن ألقي اللوم والله أبوي كان كذا وأهلي كانوا كذا هذا المعنى وهو معنى لطيف وجيد طويلة الحال ترجمة نانسي قنقر